استقبل ميناء الضميات الدفع الأولى من الأوناش الكهربائية المخصصة لخدمة الحاويات في ساحات التداول وذلك تمهيدا لقرب افتتاح محطة الحاويات تحية مصر واحد بالميناء هذا ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير صناعة والنقلة الفريق كامل الوزيرة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لسرعة دخول سفينة الشحنة التي تحمل على متنها عشرة أوناش كهربائية إلى رصيف RTG المحطة لإنزال المعدات بأمانة ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لجتب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل المحطات وفقا لتوجهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمية للنقلة واللوجستيات وتجارة ترونزيت ترجمة نانسي قنقر